وجه الصباح قرآن الطف قرآن شعر كربلا السيد جعفر الحل هذه القصيدة العظيم وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيام علي محرم والليل والليل ش عندك يا سيد جعفر مع الليل من ذكريات والليل يشهدني بأني يساهرون إن طاب للناس الرقاد فهو ومو من قرحة من قرحة لو أنها بي لملم هذا الجبل المعروف عندي العربي نسفت جوانبه أو نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقان قلقان تقلبني الهموم بمضجعي تكلم عن نفس المؤمن عن ألم المؤمن أما يكابده المؤمن عن هذه الحرارة إن لقتل ولدي الحسين الحرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا أو لا تبرد أبدا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهمون من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلم لم فعسى أنال من الترات ثرات مواضيا اسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف اقروي يعني ليحفظي اقروي يعني أو موتتان بين الصفوف أحبها هي دين معشريا الذين تقدموا ما خيلت ما حسبت ما خيلت أن الدغر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموين وهو مؤخر وهو مصغر وهو محقر ويؤخر العلوي وهو مقدم محكم مفهم أعلم ويؤخر العلوي وهو مقدم أعطنا مثال يا سيد جعفر الحل قال قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزين حتى نكون كلنا نقرأ لا لا مو بس أنا أقرأ مثل ابن فاطمة يبيت مشردا يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا ويضيق الدنيا من هوان الدنيا على الله على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء أعظم مشلون خرج الحسين كخروج موسى خائفا وقد انجلا عن مكة من وبه تشرفة الحطيم لم يدر أن يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرموه اشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة اشتركوا في القناة